أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس ألف ألف مبروك لكل الأهلوية ولكن قبل ما أقول لكم ألف مبروك عايز أقرأ حاجة مهمة جدا 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 لمن لا يعلم أو لمن لا يعرف عن قانون كرة القدم مدة المباراة في كرة القدم 90 دقيقة يعني إيه؟ يعني المادة السبعة من قانون لعبة كرة القدم المادة السبعة من قانون لعبة كرة القدم لأمام حضراتكم بتقول إيه؟ مدة المباراة تلعب المباراة على مدرشتين متساويين لمدة 45 دقيقة لكل منهما ويمكن تقليصه بالاتفاق بين الحاكم وكل فريق قبل بداية المباراة ووفقا للوايح المسابقة وبعد بقى الحاجات الأخرى إن استراحة ما بين شوطي المباراة تعويد عن الوقت الضائع وكذا 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 في النهاية اللي أنا عايز أقوله من البند رقم سبعة في قانون كرة القدم أن مباراة كرة القدم مباراة كرة القدم في العالم كله هي 90 دقيقة وليست 45 دقيقة فقط يعني عشان حضراتكم بس تبقوا عارفين واللي اللي مش عارف أو اللي مش عايز يعرف يعرف مباراة كرة القدم بتبقى 90 دقيقة 90 دقيقة دول لما بيخلصوا بتحتسب نتيجة المباراة يعني الشوط الأول خلص 00 الشوط التاني خلص لأي فريقين بقى لأي فريقين خلص 2-0 يبقى الفريق اللي جاب جنين في الشوط التاني هو الكسبان أو لو المباراة انتهت 2-0 في الشوط الأول أو الفريق كسب 2-0 في الشوط الأول وما جابش جوان في الشوط التاني يبقى الفريق كسبان 2-0 إذن النتيجة بتحتسب بنهاية المباراة بنهاية تسعينديا أول إما كابتن محمد عادل في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة مثلا صفر فإذن النتيجة 5-3 وليست نتيجة أخرى السلسة نقاط راحوا للنادي الأهلي ما راحوش لنادي الزمالك لبس كل الناس لأننا الحقيقة خلال اليومين 3-0 اللي فاتوا أو بعد مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة سمعت كلام كتير جدا منها مثلا إن في بعض طرق اللعب تغيرت بقى ممكن تلعب 11 لعب بعيدا عن حارس المرمى ممكن تلعب 11 لعب في الملعب طرق مختلفة كثيرة جدا اتقالت وكلام كتير جدا اتقال خلال اليومين 3-0 اللي فاتوا يعني من ضمن الكلام اللي اتقال قال لك إيه؟ قال لك يا سلام لو الكرة اللي كانت جات في العرضة ولا اللي مش عارف اللي شالها الشناوي كانت دخل الجون كان الموضوع تغير يا جماعة ما هو طيب ما هو بالعقل بالعقل يعني كل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه بقى لنا يومين كلام غريب وغير منطقي كلام غريب وغير منطقي فمثلا انا سمعت مثلا ان لو ما كانتش ضربات الجزاء اتلعبت او اتحسبت كان المطش بقى 3-2 لصلاح الزمالك طب خلاص بقى ما نشل ركلات الجزاء بتاعت المسم السنة اللي فاتت وكانوا كتير قوي وكان معظمهم الصح فكلام غريب جدا الواحد بيسمعه يعني مثلا برضو من ضمن الكلام اللي بتقالي يقولك ايه ان لو ديانجي ما كانش جاب طبعا بعض ما اللي يشجع نادي القلي هم اللي بيقولوا هذا الكلام لو ديانجي ما كانش جاب الجون ده كانت النتيجة تغيرت طب لو مصطفى فاتحي ما كانش جاب الجون ده كانت النتيجة تغيرت لا اكتر الناس بتتكلم كلام لمجرد ان انا اسكت الجمهور بتاعي بس مش عشان حاجة تانية انا مليش علاقة طبعا بالكلام ده انا كل يخصيني النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بخمس اهداف مقابل ثلاث اهداف لصالح نادي الزمالك فالحقيقة اليومين اللي فاتوا كلنا كاهلوية مبسوطين كلنا فرحانين كلنا سعداء لكن زي ما قلت لحضراتكم المشكلة في قانون كرة القدم وبالمناسبة في اخر اللايحة مكتوب ايه قانون كرة القدم 2020 او 2021 2022 اهو اخر سطر خالص اللي حضراتكم شايفينه يعني المباراة بيتحسب نتجاتها كام بعد ما ديها 90 تخلص او بعد ما الحكم يصفر في نهاية المباراة لكن كل الكلام اللي بيتقال ده ما هو الا مش عارف اقول ايه الحياة لان دي حاجة ما تخصنيش فمش حقدر اتكلم فيها ولكن هو دا اللي حضراتكم شفتوه هو قانون كرة القدم 2020 او 2021 2022 دي اخر حاجة وصلت لنا في كرة القدم ان المباراة بتنتهي بعد نهاية حكم او سفارة حكم المباراة مش بعد الشوت الاول او بنحتسب الشوت التاني بس او بنحتسب الشوت الاول بس احنا بنلعبش سلة ولا بنلعبش تينيس ولا بنلعبش لا بنلعبش طايرة الطايرة الوحيدة اللي بتتحسب بالاشواط بالمناسبة فقعد احسب بقى وقعد اتكلم وقعد قول كذا وقعد قول كذا انا الحقيقة ببقى مستغرب جدا من هذا الكلام لانه كلام حتى غير منطقي غير منطقي لو كانت تراكلة الجزاء دي ما تحسبتش او ركلتين الجزاء للنادي الاهلي طب ما هو لو كان اتحسبت لو كنا شلنا ركلات الجزاء بتاعت السنة اللي فاتت كان الاهل يخد الدور كلام الحقيقة غريب جدا ولكن في النهاية خلاص كل واحد هو حر وكل واحد عنده جمهور ويقدر يكلمهم ويقدر يتواصل معهم بالطريقة اللي هو عايزها وكلنا مبسوطين وكلنا فرحانين كأهلوية يعني كلنا مبسوطين كلنا فرحانين